قرار مجلس الوزراء بتحويلها من كليات إلى جامعة رياض العلم تقدم الجامعة دفعة جديدة من خريجي حملة الباكالوريوس والماجستير حيث يبلغ عدده 240 خريجاً في تخصصات عدة من ضمنها الطب الأسناني والصيدلة نسبة للخريجين نحتفل في هذا اليوم بتخريج حوالي 240 طبيب وصيدلاني من حملة الباكالوريوس ومن حملة الماجستير ومن حملة البورد السعودي كذلك نحتفل في هذه الليلة المباركة بتخريج الطالبات على مستوى البورد السعودي وعلى مستوى الماجستير وفي تخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض وكذلك على مستوى الماجستير والخريجات يبلغ عدده هنا حوالي 350 خريجاً في التخصصات المختلفة العديد من التخصصات الدقيقة التي يحملها خريجي جامعة رياض العلم تقدمهم إلى سوق العمل وتتمثل في باكالوريوس وماجستير طبي وجراحة الفم والأسنان إضافة إلى تخصصات طب الأسنان في البورد السعودي وباكالوريوس الصيدلة وماجستير الصيدلة الإكلينيكية طبعاً هناك بعض التحديات في سوق العمل هذا شيء طبيعي من خلال البرامج التي يخذوها في كلية الصيدلة نأمل منهم أن هذه الأشياء ساعدتهم في الرقي وإعطاء صورة ممتازة وجيدة لخدمة المواطنين وخدمة المرضى تمثل هذه الدفعة السابعة عشر منذ تأسيس جامعة رياض العلم في هذه المناسبة التي شملت على يوم المهنة والتي تمكن الباحثين عن فرص العمل في مجال الطب على الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المناسبة مش عن فعي الأخبارية الرياض ترجمة نانسي قنقر